اشتركوا في القناة في المجالس الطلب والعرض فما هو الطلب وما هو العرض؟ الطلب هو رغبة المستهلك بشراء سلعة أو طلب خدمة مع قدرته على دفع ثمنها والعرض هو رغبة المنتج في بيع سلعة أو تقديم خدمة مع قدرته على إنتاجها وكما نلاحظ أن الطلب يمثله المشترون والعرض يمثله البائعون وفي الدراسات الاقتصادية نتكلم عن طلب سلعة معينة أو عرضها تكون ذات مواصفات محددة فمثلا نقول سيارة ألف بدلا من أن نقول السيارات الأهداف من المتوقع في نهاية الدرس أن تتمكن عزيزي الطالب من تعريف الطلب وتعداد عناصر الطلب والعرض وتحديد قانون الطلب والعرض ورسم منحنة الطلب والعرض وتوضيح العوامل المؤثرة في الطلب والعرض والمقارنة بين التغير في الكمية المطلوبة والتغير في الطلب والمقارنة بين التغير في الكمية المعروضة والعرض الطلب نبدأ أولا بسم الله التعريف الطلب هو رغبة المستهلك في شراء سلعة مع قدرته على دفع ثمنها فإذا كما نلاحظ في هذا التعريف أن الطلب يمثل رغبة المستهلك في شراء السلعة مع قدرته على دفع ثمنها فإذا هناك شرطان لتحقق الطلب أولا الرغبة والقدرة فعلى سبيل المثال شخص يريد شراء منزل وليس لديه القدرة على شراء هذا المنزل فإذا تصبح هذه من الأمنيات ولا تصبح من ضمن الطلب العناصر التي يتكون منها الطلب أولا أن تكون هذه السلعة معرفة تعريفا جيدا ويقصد بأن تكون السلعة معرفة تعريفا جيدا على سبيل المثال لا يمكن القول أن الطلب على الفواكه ولكن نقول الطلب على التفاح ثانيا رغبة لدى المستهلك لشراء السلعة ثالثا قدرة المستهلك على دفع ثمنها رابعا فترة زمنية تعلق بها الطلب أي أنه ينبغي أن يكون هناك تحديد للفترة الزمنية التي يدخل فيها هذا الطلب فمثلا على سبيل المثال يجب أن نقول الطلب على التفاح لعام 1441 خامسا حدود مكانية يتعلق بها الطلب فينبغي أن نقول على سبيل المثال الطلب على التفاح لعام 1441 في المملكة العربية السعودية فإذا كما نلاحظ قمنا بتحديد وتعريف السلعة تعريفا جيدا وقلنا التفاح وقمنا بتحديد الفترة الزمنية فقلنا عام 1441 وكذلك قمنا بتحديد النطاق الجغرافي أو الحدود المكانية فقلنا في المملكة العربية السعودية ننتقل بعد ذلك إلى الطلب أو قانون الطلب فإذا ارتفع سعر السلعة معينة تقل الكمية المطلوبة منها والعكس صحيح وذلك بافتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها فكما نلاحظ أن هناك علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة فإذا ارتفع سعر السلعة تقل الكمية المطلوبة وإذا انخفض سعر هذه السلعة تزداد الكمية المطلوبة جدول الطلب هو جدول يوضح العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة فسوف نقوم باستخدام هذا الجدول في جميع التمارين المتعلقة بالطلب والعرض مثال ذلك طلب سكان أحد الأحياء على التفاح الأخضر أسبوعيا فكما نلاحظ من هذا التعريف قمنا بتحديد الحدود المكانية فقلنا أحد الأحياء وكذلك قمنا بتعريف السلعة تعريفا جيدا فقلنا التفاح الأخضر وكذلك قمنا بتحديد الفترة الزمنية أسبوعيا فكما نلاحظ في هذا الجدول هناك عمودان عمود في الجهة اليمنى وعمود في الجهة اليسرى في الجهة اليمنى السعر للكيلو جرام بالريال ويرمز له بي ويقصد بي باللغة الإنجليزية برايس وفي الجهة اليسرى الكمية المطلوبة بالكيلو ويرمز لها بكيو دي ويقصد بها باللغة الإنجليزية كوانتيتي ديماند فكما نلاحظ عند سعر ستة ريالات لأن الكمية المطلوبة مئة كيلو جرام وعند انخفاض السعر من ستة ريالات إلى خمسة ريالات ازدادت الكمية المطلوبة من مئة كيلو جرام إلى مئتين كيلو جرام وعند انخفاض السعر من خمسة ريالات إلى أربعة ريالات ازدادت الكمية المطلوبة من مئتين كيلو جرام إلى ثلاثمية كيلو جرام وعند انخفاض السعر من أربعة ريالات إلى ثلاثة ريالات ازدادت الكمية المطلوبة من ثلاثمية كيلو جرام إلى أربعمية كيلو جرام وعند انخفاض السعر من ثلاثة ريالات إلى ريالين ازدادة الكمية المطلوبة من أربعمائة كيلو جرام إلى خمسمائة كيلو جرام منحناء طلب السوق وهذا هو المنحناء الذي سوف نقوم بحل جميع التمارين المتعلقة بالطلب والعرض ورسم منحناء الطلب والعرض وسوف نستعرض طريقة عمل هذا المنحناء في التمارين في آخر هذا الدرس فإذا منحناء الطلب السوق هو التمثيل البياني لجدول الطلب حيث تمثل الكمية المطلوبة QD على المحور الأفقي على المحور الأفقي سوف يكون QD وهي الكمية المطلوبة ويمثل السعر P على المحور الرأسي كما نلاحظ في المحور الرأسي P ويمثل السعر ويلاحظ من الشكل أن منحناء الطلب DD وهذا هو المنحناء ينحدر من الأعلى إلى الأسفل ومن اليسار إلى اليمين أي أنه سالب الميل وذلك بسبب العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر ويفيد منحناء الطلب في معرفة الكمية المطلوبة عند أي سعر فمثلا عند السعر 4 ريالات نجد أن الكمية المطلوبة من جميع المستهلكين هي 300 كيلو جرام فكما نلاحظ عند سعر 4 ريالات أن الجهة المقابلة لها في الكمية المطلوبة هي 300 كيلو جرام وعند سعر ريالين نجد أن الكمية المطلوبة من جميع المستهلكين هي 500 كيلو جرام فكما نلاحظ عند سعر ريالين أصبحت الكمية المطلوبة من 500 كيلو جرام العوامل المؤثرة في الطلب دخول المستهلكين فكما نلاحظ عند زيادة دخل المستهلكين نجد هناك ارتفاع في الطلب على السلع والخدمات وكذلك إذا انخفضت الدخول لدى المستهلكين سوف ينخفض الطلب على السلع والخدمات ودخول المستهلكين إما أن تكون عن طريق الرواتب أو أن يكون المستهلكين ليسوا أفراد وإنما شركات فانخفاض أرباح هذه الشركات سوف تقلل من دخول هذه الشركات وبالتالي سوف يقل الطلب على السلع والخدمات ننتقل بعد ذلك إلى أسعار السلع البديلة فلكل السلعة هناك سلعة بديلة أخرى تقوم بمقام هذه السلعة فعلى سبيل المثال في الفرن الغاز يمكن أن تقوم بإعداد الطعام عن طريق فرن الغاز ويمكن أن تستخدم سلعة بديلة أخرى تقوم بنفس مقام فرن الغاز وهو الفرن الكهربائي إذا انخفض سعر فرن الغاز سوف يقل الطلب على الفرن الكهربائي نأتي بعد ذلك إلى أسعار السلع المكملة السلع المكملة للسلعة الأصلية هي السلعة التي يحتاجها المستهلك مع السلعة الأصلية لإشباع حاجة واحدة فعلى سبيل المثال لاستخدام السيارة ينبغي أن يكون ينبغي استخدام الوقود لاستخدام السيارة فلا يمكن أن يتم الاستغلاء عن الوقود في استخدام السيارة وكذلك في الفرن الغاز لا يمكن أن نقوم باستخدام فرن الغاز دون أن يكون هناك غاز يقوم بإشعال هذا الفرن نأتي بعد ذلك إلى أذواق المستهلكين فإذا زادت رغبة المستهلك في سلعة معينة فإن طلبه يزيد عليها بصرف النظر عن سعرها أما في حالة نقص تفضيله للسلعة لأن طلبه يقل عليها حتى لو انخفض سعرها نأتي بعد ذلك إلى عدد السكان في المنطقة فطلب السوق هو مجموعة طلبات المستهلكين الأفراد فكلما زاد عدد الأفراد في منطقة معينة يلاحظ زيادة الطلب السوق على السلعة والخدمة وإذا نقص عدد الأفراد في منطقة معينة تقل مستوى الطلب على السلعة أو الخدمة نأتي بعد ذلك إلى توقعات المستهلكين وماذا يقصد بتوقعات المستهلكين فعلى سبيل المثال إذا توقع المستهلكون زياد سعر سلعة معينة في المستقبل سوف تجد أن المستهلكين سوف يقومون بالمبادرة بشراء هذه السلعة قبل أن ترتفع سعر هذه السلعة وكذلك العكس إذا كانت توقعات المستهلكين بانخفاض سعر سلعة في المستقبل سوف تجد أن المستهلكين سوف يقومون بالانتظار إلى حين انخفاض سعر هذه السلعة في الأسواق والقيام بشرائها بسعر منخفض عن الوقت الحالي نأتي بعد ذلك إلى ما هو الفرق بين التغير في الكمية المطلوبة والتغير في الطلب أولاً التغير في الكمية المطلوبة يجب التفريق بين مصطلحين مهمين وهما التغير في الكمية المطلوبة والتغير في الطلب فالتغير في الكمية المطلوبة يمثل التغير في السعر وتأثير السعر على الكمية المطلوبة أما التغير في الطلب يمثل العوامل الأخرى المؤثرة على الطلب على هذه السلعة فمثلا التغير في الكمية المطلوبة نجد حالات التغير في الكمية المطلوبة من السلعة ارتفاع سعر السلعة يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة والانخفاض سعر السلعة يؤدي إلى ارتفاع الكمية المطلوبة منها أما التغير في الطلب فهو يعبر عن التغير في أي عامل من العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب فمثلا على سبيل المثال من أسباب زيادة الطلب على السلعة ارتفاع دخول المستهلكين فإذا ارتفع دخول المستهلكين سوف تجد أن هناك ارتفاع في الطلب على هذه السلعة وثانيا ارتفاع سعر السلعة بديلة فإذا ارتفع سعر السلعة بديلة سوف تجد أن المستهلكين يتوجهون إلى سعر السلعة أو السلعة المنخفضة وكذلك انخفاض سعر السلعة مكملة فإذا انخفض سعر الوقود سوف تجد توجه إلى استخدام السيارات ورابعا ازياد رغبة المستهلك في السلعة فكلما زادت رغبة المستهلك في السلعة حسب ذوق المستهلكين فتجد هناك زيادة في الطلب على هذه السلعة خامسا زيادة عدد المستهلكين فالمستهلكون في منطقة محددة سوف يقومون بالطلب على السلع والخدمات فعند زيادة عدد المستهلكين سوف بالتالي بشكل طبيعي سوف يزداد الطلب على السلع والخدمات وسادساً توقعات ارتفاع الأسعار مستقبلاً فإذا توقع المستهلكون كما ذكرنا سابقاً إذا توقع المستهلكون ارتفاع الأسعار في المستقبل سوف يقومون بالمبادرة بالشراء قبل أن تقوم الأسعار بالارتفاع نأتي بعد ذلك إلى أسباب نقص الطلب على السلعة وكما نلاحظ ويجب التركيز أعزائي الطلاب بين زيادة الطلب وزيادة الكمية المطلوبة هنا ارتفاع الكمية المطلوبة هنا زيادة الطلب الفرق الكمية كلمة الكمية تفرق بين التغير في الكمية المطلوبة والتغير في الطلب فهذا هو الفرق بين التغير في الكمية المطلوبة والتغير في الطلب فنلاحظ أن التغير في الكمية المطلوبة لها علاقة بالأسعار والتغير في الطلب لها علاقة بالعوامل الأخرى بخلاف الأسعار أما في أسباب نقص الطلب على السلعة فانخفاض دخول المستهلكين يؤدي إلى نقص الطلب على السلعة وانخفاض سعر السلعة أيضا يؤدي إلى نقص الطلب على السلعة وكذلك ارتفاع سعر السلعة مكملة ونقص رغبة المستهلكين في السلعة وقلة عدد المستهلكين وتوقعات انخفاض الأسعار مستقبلا فعند توقع انخفاض الأسعار في المستقبل سوف تجد أن المستهلكين يرغبون في تأجيل الشراء إلى حين انخفاض الأسعار وبالتالي سوف يؤدي إلى نقص الطلب على السلعة نأتي بعد ذلك إلى مفهوم العرض العرض هو رغبة المنتج في بيع سلعة معينة مع قدرته على إنتاجها العناصر التي يتكون منها العرض أولا سلعة ذات مواصفات محددة فكما ذكرنا في مثال الطلب فيجب تحديد ما هي السلعة تحديدا جيدا فينبغي أن نقول ليس العرض من الفواكه ولكن العرض من التفاح ثانيا رغبة المنتج في بيعها في السوق ثالثا قدرة المنتج على إنتاج السلعة عند عدم قدرة المنتج على إنتاج هذه السلعة فلا يوجد هناك طلب لهذه السلعة فبالتالي لا يستطيع إنتاج هذه السلعة فسوف لن يكون هناك عرض في الأسواق لهذه السلعة رابعا الفترة الزمنية التي تعرض خلالها السلعة في السوق فكما ذكرنا في الطلب في العرض كذلك وقلنا العرض على التفاح في عام 1441 ثم بعد ذلك تحديد المنطقة الجغرافية أو منطقة محددة تعرض فيها هذه السلعة فعلى سبيل المنطقة ينبغي أن نقول العرض من التفاح لعام 1441 في المملكة العربية السعودية نأتي بعد ذلك إلى قانون العرض إذا ارتفع سعر السلعة معينة تزداد الكمية المعروضة منها والعكس صحيح وذلك بافتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها فنجد أن هناك علاقة طردية بين ارتفاع السلعة والكمية المعروضة إذا ارتفع السعر السلعة تزداد الكمية المعروضة والسبب في ذلك سبب منطقي بسبب أن المنتجين إذا ارتفع السعر سوف يزداد هامش الربح فسوف يسعون إلى زيادة المعروض لزيادة هامش الربح من هذه السلعة والخدمات التي يقومون بإنتاجها وكذلك إذا انخفض سعر السلعة سوف تنخفض الكمية المعروضة وذلك بسبب قلة هامش الربح الذي يحصل عليه المنتجون وبالتالي سوف يلجأون إلى تخفيض الكمية المعروضة لمواجهة هذا الانخفاض في الأسعار نأتي بعد ذلك إلى جدول الأرض وهو جدول يوضح العلاقة بين السعر والكمية المعروضة مثال الكميات التي يعرضها المنتجون من التفاح الأخضر أسبوعيا في أحد الأحياء عند الأسعار المختلفة فنلاحظ في هذا المثال أنه تم تحديد السلعة تحديدا جيدا وكذلك تحديد الفترة الزمنية وكذلك تحديد الحدود المكانية والمنطقة الجغرافية فعلى سبيل المثال في هذا المثال سوف نجد في الطرف الأيمن السعر للكيلو جرام وفي الطرف الأيسر من هذا الجدول الكمية المعروضة بالكيلو جرام وسوف نستخدم رمز P للتمثيل للسعر وهو Price والكمية المعروضة سوف نستخدم QS لرمز الكمية المعروضة ويقصد بها Quantity Supply ففي هذا المثال سوف نجد عند سعر 6 ريالات سوف تكون الكمية المعروضة 600 كيلو جرام وعند 5 ريالات سوف تصبح الكمية المعروضة 450 فنلاحظ انخفاض السعر من 6 ريالات إلى 5 ريالات أدى إلى انخفاض الكمية المعروضة من 600 إلى 450 وكذلك انخفاض السعر من 5 ريالات إلى 4 ريالات أدى إلى انخفاض الكمية المعروضة من 450 إلى 300 وبعد ذلك من انخفاض السعر من 4 ريالات إلى 3 ريالات أدى إلى انخفاض الكمية المعروضة من 300 إلى 50 كيلو جرام ثم بعد ذلك عند السعر 3 ريالات وانخفاض السعر من 3 ريالات إلى ريالين انخفضت الكمية المعروضة من 50 كيلو جرام إلى 0 كيلو جرام وتفسير ذلك لماذا أصبحت الكمية المعروضة 0 فالمنتجون عند عدم وجود أي هامش ربح سوف يتوقفون عن الإنتاج لعدم تحقيق الهدف من قيام هذه الأنشطة التجارية نأتي بعد ذلك إلى منحنة العرض فمنحنة العرض هو منحنة عرض السوق هو التمثيل البياني لجدول العرض حيث تمثل الكمية المعروضة QS في المحور الأفقي ويمثل P لهواء السعر على المحور الرأسي وبدراسة الشكل يتضح منحنة العرض SS فكما نلاحظ هذا المنحنة يصعد من الأسفل إلى الأعلى من جهة اليمين إلى أعلى جهة اليمين أي أنه موجب الميل بسبب طبيعة العلاقة الطردية بين الكمية المعروضة والسعر ويفيد منحنة العرض في معرفة الكمية المعروضة عند أي سعر ومثلا عند سعر أربعة ريالات نجد أن الكمية المعروضة من جميع المنتجين هي 300 كيلو جرام وعند سعر ستة ريالات نجد أن الكمية المعروضة من جميع المنتجين هي 600 كيلو جرام فكما نلاحظ عند سعر أربعة ريالات نجد في المقابل الكمية المعروضة 300 كيلو جرام وعند ستة ريالات سوف نجد الكمية المعروضة 600 كيلو جرام العوامل الأخرى المؤثرة في العرض أولا تكاليف عناصر الانتاج ويقصد بتكاليف عناصر الانتاج لأي عملية انتاجية وأي نشاط تجاري وأي صناعة هناك تكاليف لهذا النشاط التجاري فمثلا على سبيل المثال في صناعة السيارات سوف نحتاج في صناعة السيارات إلى مواد خام على سبيل المثال في الحديد وكذلك الألمنيوم والبلاستيك وجميع التكاليف الأخرى والمواد الأخرى التي تستخدم في هذه الصناعة فعند ارتفاع تكاليف عناصر الانتاج لهذه الصناعة سوف تجد أن المنتجين سوف يقومون بتقليل العرض في الأسواق وذلك بسبب قلة هامش الربح الذي سوف يحققونه بسبب ارتفاع التكاليف وكذلك إذا انخفضت التكاليف لعناصر الانتاج سوف يزداد هامش الربح لهذه الشركات وبالتالي سوف يسعى المنتجون إلى زيادة العرض في الأسواق فكما نعلم في المحاسبة أن الربح يساوي الإرادات ناقص التكاليف فإذا زادت التكاليف عن الإرادات سوف يقل هامش الربح نأتي بعد ذلك إلى العوامل الأخرى المؤثرة في العرض وهو مستوى التقنية المستخدمة في الانتاج وكلما زادت مستوى التقنيات في الانتاج زاد العرض على هذه السلعة فنجد على سبيل المثال سابقا في صناعة السيارات كان يتم انتاجها بنسبة معينة بشكل يدوي أما حاليا أصبحت التقنيات تقوم بجزء كبير من صناعة السيارات من خلال استخدام الريبوتات وبالتالي أصبح العرض على السيارات أكبر منه في السابق نأتي بعد ذلك إلى الضرائب فكلما زادت الضرائب قل هامش الربح على الشركات وبالتالي سوف يؤدي إلى انخفاض العرض وإذا زاد انخفضت الضرائب سوف يؤدي إلى زيادة أرباح هذه الشركات وبالتالي سوف يزداد العرض في الأسواق نأتي بعد ذلك إلى الإعانات الحكومية فعند زيادة الإعانات الحكومية سوف يؤدي إلى تسهيل العملية الإنتاجية على هذه الشركات مما يساهم في دعم هامش أرباح هذه الشركات وبالتالي زيادة العرض للسلع والخدمات وكذلك الحال في المقابل إذا انخفضت الإعانات الحكومية سوف يؤدي إلى قلة هامش الأرباح لهذه الشركات وبالتالي ينخفض العرض في الأسواق نأتي بعد ذلك إلى عدد المنتجين فكلما زاد عدد المنشآت للسلعة ازداد حجم الإنتاج الكل من هذه السلعة وبالتالي العرض من السلعة في السوق نأتي بعد ذلك إلى ما هو الفرق بين التغير في الكمية المعروضة والتغير في الأرض أولا التغير في الكمية المعروضة وهي حالتان حالات التغير في الكمية المعروضة إما ارتفاع سعر السلعة يؤدي إلى زيادة الكمية المعروضة أو انخفاض سعر السلعة يؤدي إلى نقص في الكمية المعروضة ويجب أن نقوم بالتفرقة بأن التغير في الكمية المعروضة له علاقة بسعر السلعة فإذا كنا الكمية المعروضة فإذا يجب أن نربطها بسعر السلعة أما التغير في العرض فهو تأثير العوامل الأخرى بخلاف السعر في التغير في العرض فما هو الفرق بين التغير في الكمية المعروضة والتغير في العرض هنا نلاحظ الكمية ودائما نربط الكمية بالسعر والتغير في العرض نربطها بالعوامل الأخرى المؤثرة على العرض فالتغير في العرض من أسباب زيادة العرض من السلعة في السوق أولاً انخفاض تكاليف عناصر الانتاج ثانياً تحسن مستوى التقنية المستخدمة ثالثاً تخفيض الضرائب وأربع زيادة الإعانات الحكومية وخامساً زيادة عدد المنتجين في السوق يؤدي إلى زيادة العرض وأسباب نقص العرض من السلعة في السوق زيادة التكاليف عناصر الانتاج تؤدي إلى نقص العرض وتدهور مستوى التقنية أيضاً يؤدي إلى نقص العرض وزيادة الضرائب أيضاً تؤدي إلى نقص المعروض ونقص الإعانات الحكومية أيضاً تؤدي إلى نقص العرض ونقص عدد المنتجين في السوق يؤدي إلى نقص العرض طيب نأتي بعد ذلك إلى تقويم هذه الوحدة ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الخاطئة أولا الطلب هو رغبة المستهلك في شراء سلعة مع قدرته على دفع ثمنها طيب إذن ترك لكم وقت للتفكير فيما تعلمناه سابقا فإذن الإجابة لهذه الفقرة إجابة صحيحة ثانيا هناك ترابط بين السعر والطلب بحيث إذا ارتفع سعر السلعة زاد الطلب عليها من قبل المستهلكين وهذه الإجابة خاطئة والسبب في ذلك إذا ارتفع سعر السلعة قل الطلب عليها من قبل المستهلكين ثالثا أسعار السلعة البديلة عامل مؤثر في الكميات المطلوبة على السلعة الأصلية أترك لكم وقت للتفكير في هذه الإجابة أسعار السلعة البديلة عامل مؤثر في الكميات المطلوبة على السلعة الأصلية فإذن هذه الإجابة خاطئة وكذلك السبب في ذلك أن أسعار السلعة البديلة عامل مؤثر في الطلب على السلعة الأصلية وليس على الكميات المطلوبة رابعا إذا ارتفع سعر سلعة معينة تزداد الكمية المعروضة منها بافتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها فإذا هذه الإجابة صحيحة نأتي بعد ذلك إلى تكاليف عناصر الإنتاج من المؤثرات على العرض في السوق وهذه الإجابة صحيحة نأتي بعد ذلك إلى تقويم وتمرين رسم منحناء الطلب من بيانات الجدول التالي فإذا طلب منك عزيزي الطالب القيام برسم منحناء الطلب في الاختبار في أول نقطة تقوم بها أن تقوم بوضع المحور الرأسي للسعر والمحور الأفقي للكمية المطلوبة فكما نلاحظ نقوم بنقل هذه القيم في المحور الرأسي ونبدأ بالأقل قيمة في 2 ثم ننتقل 4 وهكذا ثم الكميات المطلوبة نقوم بوضعها في المحور الأفقي ونبدأ بأقل قيمة في البداية طبعا هنا راح يكون صفر وبعد ذلك تزداد القيام بهذا الشكل فسوف نقوم بوضع 50 ثم بعد ذلك 100 150 200 و250 للكميات المطلوبة بعد ذلك أول نقطة تقوم بها بتحديد هذه النقطة فسوف تكون هذه النقطة عند السعر ريالين والكمية المطلوبة سوف تكون في المقابل 250 فسوف نضع النقطة في هذه المنطقة ثم بعد ذلك نقوم بتحديد النقطة الثانية عند السعر 4 ريالات والكمية المطلوبة 200 فسوف تكون في هذه النقطة ثم بعد ذلك عند سعر 6 ريالات سوف تكون الكمية المطلوبة 150 نضعها في الجهة المقابلة 150 وبعد ذلك عند السعر 8 ريالات الكمية المطلوبة سوف تكون 100 سوف نضع نقطة في هذه المنطقة ثم بعد ذلك عند السعر 10 ريالات سوف نضع الكمية المطلوبة في المقابل لها 50 سوف نضع نقطة في هذه المنطقة وبعد ذلك نقوم بتوصيل هذه النقاط بعضها مع بعض بهذا الشكل نأتي بعد ذلك أجزاء الطلاب إلى رسم منحناء العرض من بيانات الجدول التالي كما ذكرنا في نفس تمرين منحناء الطلب نقوم أولا برسم المحور الرأسي وكذلك المحور الأفقي سوف يكون في المحور الرأسي الذي هو السعر والمحور الأفقي سوف يكون الكمية المطلوبة ونقوم بوضع هذه القيم في المحور الرأسي للسعر ونقوم بأخذ هذه القيم ونضعها في المحور الأفقي للكميات المعروضة ثم بعد ذلك نقوم بتحديد هذه النقطة عند السعر 2 ريالات والكمية المعروضة 50 كيلو جرام نقوم بوضع عند 2 ريالات والكمية المعروضة 50 نضع هذه النقطة ثم نقوم بتحديد هذه النقطة عند سعر 4 ريالات 100 كيلو جرام وسوف تكون 4 ريالات في مقابلها 100 كيلو جرام في هذه النقطة ثم بعد ذلك عند 6 ريالات 150 كيلو جرام عند 6 ريالات 150 كيلو جرام سوف تكون في هذه النقطة ثم بعد ذلك 8 ريالات عند كمية المعروضة 200 كيلو جرام فعند 8 في المقابل سوف يكون 200 كيلو جرام فسوف نضع نقطة في هذه المنطقة ثم بعد ذلك عند 10 ريالات والكمية المعروضة 250 كيلو جرام فعند 10 ريالات والكمية المعروضة 250 جرام سوف نضع نقطة في هذه المنطقة ثم بعد ذلك نقوم بتوصيل هذه النقاط بعضها مع بعض بهذه الطريقة إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم ونشكر لكم أعزائي الطلاب متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته